موسيقى وزير الخارجية الفرنسي يعلن دعم باريزا الواضح والمستمر للمغرف في قضية الصحراء جددت فرنسا اليوم التأكيد على دعمها للمغرف في ملف الصحراء المغربية وذلك بمناسبة الزيارة الهامة التي تقود وزير خارجية باريزا ستيفان سيجورني إلى الرباطة حيث أجرى الصباح اليوم مباحثات مع وزير الخارجية ناصر بوريطا واجدد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الاثنين دعم باريزا الواضح والمستمر لمقترح الحكم الداتي الذي يطرحه المغرب لحل النزاح للصحراء مؤكدا على إرادة التقدم في هذا الملف وذلك خلال الزيارة للرباطة وسجل سيجورني في مؤتمر صحفي عقب مباحثات مع ناظره ناصر بوريطا نعرف أنه رهان وجودي بالنسبة للمغرب حان الوقت للتقدم سأثهر على ذلك شخصيا معلنا أيضا عن اقتراح باريز إقامة شراكة للثلاثين عامنا المقبلة مع المغرب وأضف وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني أن فرنسا تريد حالا براغماتيا حقيقيا ودائما لقضية الصحراء مقبول وفق قرارات مجلس الأمن وأكد سيجورني في الندوة الصحفية صباح اليوم أن بلاده كانت صباقة لدعم مخطط الحكم الداتية الذي قدمه المغرب سنة 2007 وذكر وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تدعم جهود المبعوث الشخصية للأمين العام للأمم المتحدة لأحياء العملية الثياسية واجتماعات المائدة المستديرة وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى العودة لطاولة الحوارة سيجورني تطرق إلى التواجد الفرنسي في الصحراء المغربية حيث أشار إلى تواجد مدرستين فرنسيتين في الداخل والعيون مشيرا إلى أن المعهد الفرنسي أعلن مؤخرا عن ثلاث اتفاقيات تعاون مع فاعلين محليين ومركز تقافي متنقلة في مدن العيون وبجدور والداخل وزير الخارجية الفرنسي أكد أن المغرب استثمر بشكل كبير في الصحراء عبر إحداث برامج تنمية يستفيد منها ثكان الصحراء وفرنسا تدعم هذا التوجه وكقراءة مسبقة لندوة صباح اليوم ظهر بوريطا وثيجورني بملامح ثارمة أحيانا وبديا وكأنهما يتصنعان لابتثام فقط احتراما للأعراف الدبلوماثية أو تعبيرا عن حثن النوايا أحيانا أخرى وحتى كلام وثير الخارجية المغربية لم يكن يحتاج إلى الكثير من الاجتهاد لقراءة خلفياته وكأنه كان يقول لنظره الفرنسية أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج لجلثات مكاشفة قبل الإعلان عن عودة المياه إلى مجاريها في خطوة تخدم مصالح المغرب دول الإكواس تقرر رفع العقوبات التي فردتها على النيجرة بعد أيام من زيارة رئيس وزرائها إلى الرباطة أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لإكواس يوم أمثل ثبت رفع العقوبات التي كانت قد فردتها على دولة نيجرة عقب الإنقلاب العسكري الذي أطاح بنظام محمد باذوم وذلك بأثر فوري خلال قمة طارئة للتكتل الاقتصادي بالعاصمة النيجرية أبوجة ووفق الإعلان الذي صرح به رئيس المفوضية في المنظمة الإقليمية فإن رفع العقوبات المفروضة على النيجر تهم فتح الحدود والمجال الجوي للنيجرة والسماح من جديد بالتعاملات المالية بين دول الإكواس ودولة النيجرة وتعليق تجميد أصول النيجر لأسباب إنسانية مضيفا بأن عقوبات فردية وسياسية ما زالت قائمة دون تفاصيل بشأنها وطال بادات المسؤول خلال الإعلان عن الإفراج الفوري للرئيس المطاح بها محمد باذوم الذي لزال رهن الاعتقال في يد النظام العسكرية منذ ثبعة أشهر دون أن يتم التطرق إلى مالي وبرك نفاث بشأن العقوبات المفروضة عليهما أيضا ما يعني أن هذه الخطوة هم حاليا دولة النيجر فقط ويعتبر هذا التطور في مصلحة المملكة المغربية حيث يأتي بعد أيام من الضيارة التي قام بها رئيس وزراء النيجرة مهامال لامينزين إلى العاصمة الرباطة ولقائه برئيس الحكومة عزيز أخ النوش ومسؤولين مغاربة من أجل تعزيز العلاقات التنائية بين البلدين وهي الضيارة التي شهدت تقديم رئيس الوزراء النيجرية برقية من الحاكم العسكري في النيجرة إلى الملك محمد الثالث لم يتم الكشف عن فحواها وتشكل خطوة رفع العقوبات داخل الإكواس على النيجرة نقطة تحول إيجابية بالنسبة للرباطة بالنظر إلى رغبة المملكة المغربية في الاحتفاظ على علاقات جيدة مع دول التكتل الاقتصادية من جهة ومع النيجر من جهة أخرى ولسيما أن هذه الخطوة قد تثاهم في عودة النيجرة إلى تكتل الإكواس كعضو بعد إعلان انسحابها في وقت سابق إلى جانب مالي وبركنافاثو هذا وتجر الإشارة إلى أن تقارير إعلامية فرنسية كانت قد قالت في الأيام الماضية أن توجه النيجر في الوقت الراهن لتحقيق تقارب اقتصادي وثياثي مع المغرب يشكل تهديدا مباشرة للمصالح الجذائرية في النيجرة ومشاريع يفاتي الدولة وعلى رأسي مشروع أنبوب الغاز التي تثعى الجذائر تنفيذه انطلاقا من نيجيريا وعبورا لدولة النيجرة إلى غاية ترابها الوطنية ووفق نفس التقارير من بينها تقرير لإذاعة فرنسا الدولية بعنوان الحلف الأطلسي تحرك رئيس وزراء النيجر يستقبل بالرباط من طرف عزيز أخ النوش فإن مبادرة المنفذ الأطلسي التي يقدمها المغرب لفائدة دول الساحلة من بينها النيجرة تلقى ترحيبا وتشجيعا من طرف هذه الدول وتقف وراء الزيارة التي يقوم بها الوزير الأولى النيجيري إلى المغرب حاليا وحسب ذات التقرير فإن المغرب يهدف من خلال هذه المبادرة تحقيق مصالحه الخاصة أيضا ومن بينها دفع هذه الدول إلى دعم الثيادة على الصحراء ودعم مشاريعه الاقتصادية في المنطقة وبالتالي فإن هذه التطورات تشير إلى فصل جديد من الثراعة يلوح في الأفق بين المغرب والجزائر على دول الساحلة وتجر الإشارة في هذا الصياق أن الانقلاب الذي حدث العام الماضي على حكومة محمد بازون في النيجرة أدت إلى تعطيل العديد من المشاريع الجزائرية في النيجرة ومن أبرز مشروع أنبوب الغاز العابر لهذه الدولة والتي تسعى الجزائر أن تنافس من خلاله المشروع المغربية الذي سيربط نيجيريا مرورا بدول الغرب الإفريقية نحو المملكة المغربية وصولا إلى أوروبا وفي الوقت الذي يواصل المغرب ونيجيريا تنفيذ هذا المشروع دون أي عراقيلة فإن مستقبل المشروع الجزائري لذل غامضا حيث أن انقلاب النيجرة وعدم استقرار الأوضاع عرق لا تقدم المشروع كما أن العلاقات بين الجزائر والنيجر تحت الحاكمين الجدد في نيامي لم تستقر بعد وقد لا تثير العلاقات وفق ما تأمل فيه الجزائر في حالة إذا استطاع المغرب استقطاب النيجر لتحالف اقتصادية وثياثية